السلام عليكم هنتكلم النهاردة مع بعض عن الانسجة الحيوانية طبعا الامثلة اللي ممكن نمر عليها زي النسيج الطلاقي البسيط الحرشوفي ده موجود بنت الخد وفي البطانة الخد ومن الداخل والحويصالة الهوائية هو محفظة بهم من كل دول مصنوعين من ايه نوع واحد من الانسجة هو النسيج الطلاقي البسيط الحرشوفي بعد كده في نوع تاني رقم اثنين ده بسيط عمودي موجود في جدار المعدة مبطن لجدار المعدة رقم ثلاثة طبقي حرشوفي وده موجود في الجلد وجدار المريء والفرق بس بينهم ان بيكون في الجلد مغطى بطبقة كيراتينية ودي مادة بروتينية اما في جدار المريء بيكون بدون هذه الطبقة الكيراتينية هي عبارة مادة قرانية زي الموجودة في الازافر والجلد والشعر اقصد بعد كده في نسيج كمان كمسال على الانسجة الطلاقية هو طبقي انتقالي زي الموجود في المساني البولية ومنلاقي عندنا ده الشكل بتاع كل واحد اهو ده مسلا نسيج بسيط حرشوفي بيكون سنجل لطبقة واحدة اهو موجود بالشكل ده وان ده موجود في الحواسطات الهوائية وبطانة الخد وفي نسيج اه عمودي موجود بالشكل ده برضو بتكون الخلايا بها انوية كبيرة ونحيط القاعدة زي احنا شايفين كده بعد كده في نسيج طبقي حرشوفي بيكون متعدد الطبقات وشكله حرشوفي كمان بنلاقي نسيج طلاقي طبقي كلمنا عنه من شوية بيكون هو السنك بتاع خلية واحدة عشان كده احنا هو يزهر للي بيبص عليه او بيفحصه ان هو طبقي ولكن هو عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا عشان كده هو ايه كاذب اه كمان في بعض الاحيان بيكون موها عليه اهدام او لأ فمنسميه طبقي كاذب اه عمودي مهدب او طبقي كاذب عمودي فقط وموجود في القصبة الهوائية النوع المهدب اخر حاجة النسيج الطلاقي الانتقالي موجود بالشكل ده وده موجود في المسانة البولية وبيكون هو اتبع اه نسيج طلاقي طبقي انتقالي لانه بيكون عديد الخلايا وموجود بالشكل ده طبعا هو بيرتكز على اه النسيج الضغم اهي برضو نفس الكلام انواع مختلفة من الانسجة زي ما اتكلمنا عنها اه موجودة في الاماكن المختلفة بتعبر عن النوع الاولاني من الانسجة وهو النسيج الطلاقي شكرا اه لحسن استماعكم ونلتقي في الدرس القادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة